تستمر قوات الاحتلال في إغلاق المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتاجهة من معبر رفح البرية إلى منفذ كارم أبو سالم وسط تحذيرات أممية من وصول قطاع غزة لأبواب المجاعة يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاستفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش وحتى مدينة رفح المزيد يطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل تلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية ننقل لكم الصورة قوات الاحتلال اليوم الرابع على التوالي تمنع وتعرق الدخول المساعدات الإنسانية بشتى أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه المساعدات من مساعدات غذائية ومساعدات ومستلزمات طبية بشكل عام وحتى سيارات أو شاحنات الوقود والسولار والغاز تمنع دخولهم تماما من معبر كرم أبو سالم اليوم الرابع على التوالي تدخل الشاحنات من أمام بوابة معبر رفح المصرية وتمنعها قوات الاحتلال من أمام بوابة معبر كرم أبو سالم هذه الشاحنات حتى إذا دخلت واتسلمتها الأمم المتحدة تمنع قوات الاحتلال الأمم المتحدة من توزيع هذه الشاحنات إما في جنوب قطاع غزة أو وسط أو حتى شمال قطاع غزة المحاصر منذ ثلاثة أسابيع وتمنع قوات الاحتلال دخول أي من هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة هذا بالطبع نهج تنتهجه قوات الاحتلال خلال الأيام السابقة في محاولة للضغط على الفلسطينيين داخل قطاع غزة إما بالمجاعة والوصول على حفة المجاعة أو حتى التهجير القصري إما بمنع وصول المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية أو حتى القصف المستمرة على الأماكن الآمنة أو مراكز الإيواء أو حتى المستشفيات لكن المجهدات المصرية بشكل عام مستمرة إما في تحميل هذه الشاحنات وتجيز هذه الشاحنات ودخولها أيضا عبر البوابات من بوابة معبر رفحة المصرية أو حتى بشكل آخر في الضغط على جميع الأطراف في المفاوضات للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار أيضا في استمرار الاشتباكات المستمرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في رفحة الفلسطينية وقوات الاحتلال وتحديدا في غرب رفحة الفلسطينية نستمع على مدار اليوم لهذه الاشتباكات المستمرة بين فصائل المقاومة وأيضا قوات الاحتلال لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية الدائمة في فتح بوابة معبر رفح المصرية منذ بدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى